جدد مكتب مجلس الأمة في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس سلح جوجيل تثمينه للمشروع التنموي الذي يرعاه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والذي بدأ بتوطيئة رسمت خرائطه وحداث ووقائع من الواقع الذي أخذ مبدأ التجديد والإصلاح والسعي إلى ترسيخ القناعات بأهمية المكتسبات الوطنية التي ينبغي المحافظة عليها مكتب مجلس الأمة وفي اجتماعه الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني يستحضر انخراط كافة القوى الحية وجمع المواطنين في التجديد السياسي والاقتصادي الذي يتم بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية واستعادة الزخم التنموي ليس اقتصاديا فحسب بل سياسيا ومؤسساتيا وستراتيجيا داخليا وخارجيا كما أكد مكتب المجلس في اجتماعه المخصص لتوزيع المهام بين عضاء المكتب وعلى وعي شعب وحسه المواطناتي في حشد كل الطاقات الحية ويذكر بأن الجبهة الداخلية مسألة تستحق الاهتمام والعناية وأن تصانى بكل الوسائل ولا تترك عرضة لأي مغرض ويؤكد بأن الحكمة تقتضي التأسيس على ولاء الشعب وإخلاصه للوطن بكل مكوناته المادية والمعنوية وهو المدرك بأن قرارات السلطات العليا مؤسسة على إظهار السيادة العامة للأمن وللوطن وللشعب رئيس مجلس الأمة ذكر خلال هذا الاجتماع بكثافة جدول أعمال الدورة البرلمانية الجارية بما يتضمنه من مشاريع قوانين يضاف إليها مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة وكد التعديل المرتقب للنظام الداخلي لمجلس الأمة